ما المقصود بالواجب المنزلي وما شروطه وكيف يمكن أن يقدمه معلم اللغة العربية لتلاميذه وكيف يمكن أن يصبح الواجب المنزلي جزءا من عملية التعليم والتعلم نبدأ أولا بتعريف الواجب المنزلي الواجب المنزلي هو ذلك القدر من التكليفات التي يعطيها المعلم للطلاب قبل نهاية الحصة ويطلب منهم آداءها خارج الفصل والملاحظ أن بعض المعلمين يحسن توجيه الواجب المنزلي بحيث يحقق ما يرجى منه من هدف في حين يسيء بعضهم ذلك فيتحول الواجب المنزلي بين أيديهم إلى عنصر إحباط للمتعلمين وليس عامل تشجيع لهم على التعلم ولتجنب هذه المشكلة لا بد أن نتوقف أمام شروط الواجب المنزلي هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يراعيها معلم اللغة العربية عند تقديم الواجب المنزلي للمتعلمين تشمل هذه الشروط لا بد أن يحدد المعلم للطلاب حدود الواجب المنزلي بدقة هذا التحديد يشمل أيضا أن يتأكد المعلم من أن الطالب قد فهم الدرس ولم يعد لديه ما يسأل عنه فقد يكون من بين عناصر الواجب المنزلي ما لا يستطيع الطالب الإجابة عنه لأنه لم يفهمه في أثناء الحصة كذلك يجب أن يكون الواجب المنزلي مرتبطا بالدرس ولا بد أن يراعي المعلم أن لا يأتي الواجب المنزلي من دروس سابقة أو من دروس لاحقة لأن في هذا إجهاد معرفي للطلاب وربما انصرف الطلاب عن أداء الواجب لأنهم يجدونه بعيدا عن موضوع الدرس الذي تعلموه اليوم أيضا يجب أن يكون الواجب المنزلي واقعيا معنى الواقعية هنا أن يأتي في حدود طاقات الطلاب وفي حدود الزمن المتاح لهم فلا يكلفهم المعلم بما لا يستطيعون أداءه بسبب طاقتهم المحدودة أو ما لا يستطيعون إنجازه بسبب ضيق الوقت المتاح لهم كذلك لا بد أن يرتبط الواجب المنزلي بأهداف الدرس وأن يساعد الطلاب على التعلم الذاتي لأن الواجب المنزلي الجيد هو الذي ينمي قدرة الطلاب على التعلم وينمي قدرة الطلاب على تقويم أنفسهم وينمي قدرة الطلاب على تصحيح أخطائهم وغير ذلك من أساليب تيسر للطلاب فرصة تأكيد ما تعلموه وتحقيق ما فاتهم تحقيقه من أهداف الدرس كذلك فإن الواجب المنزلي الجيد يجب أن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب فقد لا يكون من الحكمة أن يكلف الطلاب جميعا بواجب واحد يعلو على مستوى البعض ويقل عن مستوى البعض الآخر ولا ربما أثار البعض هنا مشكلة تعدد الواجبات المنزلية في المرة الواحدة إلا أن حل هذه المشكلة مع المعلم الخبير القدير حل بسيط يكمن في أن يحاول المعلم التوفيق بين المستويات المختلفة باختيار واجب منزلي تتقارب في إكماله مستويات الأداء وربما كلف المعلم المتفوقين بواجب إضافي يتحدى قدراتهم تحديا معقولا وربما كلف الضعاف بواجب آخر يتناسب مع ضعفهم وينمي عندهم القدرة على الأداء لا أن يصيبهم بالإحباط المهم هنا أن لا يتعسف المعلم في تكليف الطالب بالوصول في إجابته إلى مستوى لا يستطيعه هذه الشروط تعني أن الواجب المنزلي يجب أن يتحرر من النمطية ويجب أن يتحرر من التقليدية ويجب على المعلم أيضا أن يعطي اهتماما خاصا بتصحيح الواجبات المنزلية ويخصص الخمس دقائق الأولى في كل حصة لكي يتابع فيها تنفيذ طلابي للواجب المنزلي ولكي يستمع فيها إلى الأسئلة المتعلقة بهذا الواجب إن انصراف المعلم عن الاهتمام بالواجب المنزلي وعن متابعة تنفيذ الطلاب له يصرف الطلاب عن الاهتمام بهذا الواجب ويقتل ما عندهم من حماسة للإجابة عن أسئلته وأخيرا لا ينبغي أن يقف الأمر عند تصحيح الواجب المنزلي وإرجاعه للطلاب لأن إجابات الطلاب على الواجب المنزلي فرصة جيدة لإجراء دراسة واقعية حول الأخطاء الشائعة بين الطلاب وحول قدرتهم على التعلم الذاتي بل والوقوف على مستوى تقدمهم الذي حققوه بشكل جماعي في ضوء هذا الكلام يتبين لنا أن الواجب المنزلي جزء لا يتجزأ من عملية التدريس وهو يحقق أهدافا لا يستطيع معلم اللغة العربية أن يصرف نظره عنها ثم ننتقل إلى موضوع آخر يستكمل تدريس اللغة العربية داخل الفصل الدراسي وهو موضوع المناشط اللغوية تعرف المناشط اللغوية أو الأنشطة اللغوية بأنها كل ما يمس ناحية لغوية ويجري خارج قاعة الدرس فرديا كان أم جماعيا متصلا بموضوعات المنهج أم غير متصل بها تحت إشراف المعلم أم بعيدا عن إشرافه إذن فالمناشط اللغوية هي أنشطة يقوم الطلاب بتنفيذها خارج الفصل الدراسي ربما اتصلت هذه الأنشطة بموضوعات المنهج وربما كانت بعيدة عن موضوعات المنهج ربما تمت هذه الأنشطة تحت إشراف المعلم وربما تمت بعيدا عن إشراف المعلم المهم أن الأنشطة اللغوية أنشطة محورها اللغة ووسيلتها اللغة وغايتها اللغة من أمثلة المناشط اللغوية الشائعة أن يقوم الطالب بنفسه بجمع أمثلة أدبية لظاهر نحوية معينة أو أن يذهب إلى المكتبة حتى يتفقد ما فيها من كتب ويتخير لنفسه كتابا أو قصة يقوم بقراءتها أو الاستماع إليها أو أن يختار بشكل حر أن يكتب موضوعا لمجلة الفصل متصلا بالمنهج أو غير متصل به المهم أن الطالب يختار بشكل حر وتلقائي أن يقوم بنشاط اللغوي يتمثل في كتابة موضوع لمجلة الفصل أيضا أن يشترك مجموعة من الطلاب معا في عمل ندوى شعرية أو في إخراج تمثيلية أو في تنظيم لقاء ثقافي لزملائهم داخل المدرسة كذلك أن يتطوع أحد الطلاب لإلقاء كلمة في إذاعة المدرسة إن المناشط اللغوية متنوعة وهي كلها تسهم وتصب في تدعيم ما تعلمه الطلاب من اللغة لأنها تتيح للتلاميذ استخدام اللغة في مواقف حقيقية واقعية حياتية مما ينعكس على مستوى أدائهم اللغوي وعلى مستوى إتقانهم للغة العربية ومما يخرج باللغة من حدود الصنعة التي يمارسها بها الطلاب داخل الفصل إلى حدود الواقعية التي يستخدمون بها اللغة في حياتهم اشتركوا في القناة